بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله محمد صلى الله عليه وسلم هل التنافس ما بين أعضاء التيم دي حاجة صحية؟ طرق العمل بتختلف كل يوم عن التاني أعضاء التيم لازم يبقوا على مواكبة له التغييرات يعني وجود منافسة ما بين التيم حاجة صحية جدا طول ما هي مش بتأثر على كفاءة الشغل أو وحدة التيم مع بعضه يعني ممكن يبقى في بعض أعضاء من التيم مش بيحبوا المنافسة ومش اجتماعيين قوي ومش بيحبوا يتنفسوا محد أنت كتيم ليد كقائد لازم تفهم ده وما تكبرش الموظفين دول تشاركوا في المنافسة لو شعروا مع الوقت إن التيم بيستفاد من ده بشكل تلقائي هتلاقيهم هم إيه ابتدوا يشاركوا في الأنشطة دي يعني إزاي تقدم حجة بتتعامل مع الحجج بسلاسة من المهم للمرشح أو الليدر القائد أنه يقدم حجة بطريقة مؤدبة عشان يتجنب التعارض بشكل عام The argument claims and supports that interview present in front of the interviewer Being a leader It is important to know كونك ققائد من المهم أنت تعرف How to tackle and present arguments زي تعرض حجة Given ways should need to be adopted by the candidate to strongly and effectively present an argument شتتقدر تعرضها بفاعلية Listen before speaking اسمع قبل ما تتكلم Explain each argued point اشرح كل نقطة من نقاط الحجج اللي عندك Admit what actually is wrong and right قول ايه الصح أو اعترف بايه الغلط وايه الصح Be polite خليك مؤدب and try to justify your answer وحاول تشرح وتبين اجابتك The argument should be strong and realistic لازم حجتك تبقى واقعية وقوية Ask questions واسأل اسئلة What is the difficult part of being a leader ايه اصعب جزء في كونك قائد Showing the right direction to the candidate is the most difficult part يعني اظهار الاتجاه الصحيح للمرشح هو اصعب جزء Leaders should be assertive before providing guidelines to the candidates يعني لازم للقادة يبقوا حازمين اثناء توجيه الارشادات او النصايح A manager is someone who simply follows the job objectives and business goals الاهداف المهنية A leader ده المدير Leader القائد is responsible for مسؤول عن انه هو Influencing the team members positively by motivating them انه هو يلهم ويحفز التيم بشكل ايجابي The leader should be a strong communicator لازم يبقى متحدث جيد قوي And they should understand the two-way nature of communication To nurture good ideas from employees regularly يعني لازم القائد يبقى متواصل جيد ويقدر يتواصل عن طريق الطرفين هو والشخص عشان يقدر يحصل على افكار جيدة من خلال التيم بتاعه بشكل منتظم What are some challenges of being a leader ايه بعض التحديات تكونك قائد The team lead needs to look into the lawfuls that exist in operational process and restructure the process and business The practice that are oriented toward goals يعني القائد محتاج يدرس ايه هي الصغرات اللي موجودة وازاي يقدر يحلها It was discovered that the majority of leaders are unable to overcome to organizational problems due to يعني اكتشف ان معظم القادة او غالبية القادة مش قادرين يتغلبوا على الصغرات او المشاكل دي بسبب Inability to learn point making mistakes مش بيتعلموا من الاخطاء يعني عدم القدرة على التعلم من خلال الاخطاء Insufficient skills to resolve conflicts عدم كفاية المهارات اللي عندهم عشان يقدروا يحلوا اي نزاع Incorrect communication skills and team management عدم ادارة جيدة دي التيم وتواصل غير صحيح مهارات تواصل غير صحيحة Unskilled and insufficiently informed about the quality of a leader غير مطلع بشكل كافي على الصفات ومهارات القائد Unskillful choice of leadership style اختار نوع من انواع القيادة غير صحيح يعني اختيار غير ماهر لأسلوب القيادة اللي هو بيتابعه How do you conduct a code review ازاي بتراجع الكود وبتعمل code review للتيم Tips mentioned below will help you الحاجات دي هتساعدك to conduct a code review efficiently انك بتعمل مراجعة له الكود بكفاءة Don't review more than 400 code lines at a time ما تعملش review لأكتر من 400 سطر من الكود في وقت واحد An inspection rate of 500 lock per hour is a good way to go معدل الفحص في 500 per hour في الساعة طريقة كويسة ان انت تبتدي بيها Review code for one hour at one time اعمل مراجعة له الكود في ساعة واحدة في المرة Set goals as well as capture the matrix حط الاهداف بتاعتك Before you start with the review قبل ما تبتدي المراجعة Annotate the source code وضح مصدر الكود Make use of checklists استخدم checklists Create a procedure to fix the defects found حط structure يعني تمشي بيه عشان تقدر تصلح العيوب الموجودة او اللي انت لقيتها بعد المراجعة Follow a positive culture of code review اتبع الثقافة ايجابية اثناء مراجعة الكود Take benefit of peer reviews Subconscious implications يعني استفيد من مراجعة الكود الأثار المترتبة على مراجعتك للكود تقدر تستفيد منها Use code reviews that are lightweight ونكمل بقية الأسئلة في المرة اللي جاي